شيخ مصطفى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته فضلها ايه في حياتنا طبعا لا شك وإحنا بنحتفل بسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكون الاحتفال بمولة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر مولانا أننا نلتزم بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو حق الاحتفال آه إحنا بنحتفل ونقيم الأمسيات والندوات والأفراح والحلوة حلوة جدا ولكن عايزين نضم للحاجات الجميلة دي الاتباع اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته ويمكن أنا قلت ثلاث حاجات إضافة لما قاله مولانا الشيخ رمضان أننا نصلي على حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونعود نفسنا من دلوقتي نصلي على حضرته 500 مرة يوميا يا سلام على الجمال يا سلام لما استحضر حضرت سيدنا النبي 500 مرة يوميا على الأقل وانا قاعد كده اللهم صلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم وانا بذلك استجلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه الشريف وهو في روضته الشريفة يرد علي السلام باسمي فضل الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألف ومن صلى علي ألف حلت له شفاعة يوم القيامة مبروك عليك شفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة انت بقيت محسوب على حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وبعدين عايزة أقول لحضرتك بالإضافة إلى الصلاة والسلام على حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام عايزين نجمع الأسرة بقى ونحفظ لحد آخر ربيع الأول نحفظ كل يوم حديث الأسرة تجتمع الأب والأم والأبناء نحفظ حديث عن هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا النبي كان بيأكل كان بيشرب كان بيتعامل كان بينامز زي أخلاقه إيه سلوكياته إيه أذكار النوم أذكار الطعام أذكار الشرب نتعلم من هدي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة لو أخذنا جزء قرآن كراءة جزء قرآن هذا هو الاحتفال التطبيقي والعملي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولده الشريف وبهذا الجناب الطيب الطاهر المبارك جزء قرآن ونهيب ثوابه لحضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها هو ده الحب الحقيقي الذي نحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الشاعر حينما قال سيدي سيدي يا رسول الله لقد عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها لكن حبك لكن حبك الناس اللي بتحب سيدنا النبي الناس اللي فرحانا النهاردة بحضرة الحبيب الناس اللي أعدى النهاردة في يوم الأجازة ده وبيطلعوا سيرة سيدنا النبي وبيذكروا اسم سيدنا النبي وبيعلموا ولدهم مين هو حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام لكن حبك يجري في جسمي وفي دمي وأنا من غير حبك موجة ضاعت شواطيها سيدي يا رسول الله يشفع لي أن افتديتك بالدنيا وما فيها في ناس بيروحوا يزوروا حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وفي ناس تانيين حضرة الحبيب بيروح يزورهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم لزيارته أيوة علشان كده محتاجين نتعلق حبا وشوقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدخل الصحابي ويقول لسيدنا النبي طوبى لمن رآك وآمن بك فسيدنا النبي يقول له طوبى لمن رآني وآمن بي ولكن طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما فضيلة الشيخ بيقول احنا بنروح نزوره قال كلمة مهمة جدا انه مين بقى للرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي يجي يزوره اسألي هو هو اللي يجاوه ده هو بيقول انت بتسألين انا ايوة عشان اكيد حضرتك حضرتك شيخنا وبنتعلم منك مولانا هل في صفات معينة بس بس خدور المزونة لناس هيزورهم سيدنا النبي انا اول مرة اسمع هذا الكلام يعني فممكن يكون شيخنا عنده دليل عليه فيقول لنا عشان نتعلم فضل يا شيخنا الناس الذين ارتبطوا حبا وشوقا بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الى حضرته عليه الصلاة والسلام وساروا على هديه صلى الله عليه وسلم واكثر من الصلاة والسلام عليه يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارتهم ونحن نعلم بفضل الله سبحانه وتعالى من اولياء الله ومن الصالحين وممن هم على قيد الحياة من اهل الله الذين يأتوننا ويخبروننا انهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم رسول الله تقصد حضرتك في الرؤية نعم ورأوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكحلت اعينهم بالنظر إلى حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام سيدنا مولانا الإمام البصيري عليه رحمة الله حينما نظم منظومته وأنشودته في متح الحبيب صلى الله عليه وسلم وساعتها كان مريضا ومش لا إله لا طب ولا دواء قرر أنه يعود يمدع حضرة الحبيب أنا هعيش لسيدنا النبي أنا هعيش في حب حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وبالفعل وقد كان وأخذ يؤلف قصيدة اسمها البردة قصيدة مشهورة في حب حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تعسيدنا مولانا الإمام البصيري وفي نهاية هذه القصيدة في شطر من البيت مش عارف يكمله مش عارف إيه الجزئية اللي يحطها وإذا به ينام في هذه الليلة فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اكتب وأنه خير خلق الله كلهم فيقوم سيدنا مولانا الإمام البصيري وهو مستمع وفي أذنه تشنيف سماع سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما يتم ويكمل به قصيدته المباركة التي قالها في مدح حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فكل من تمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اشتاق لرؤية حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام واتبع الطرق التي تؤدي إلى هذا من كثرة الصلاة والسلام عليه واتباع هديه صلى الله عليه وسلم شرفه الله وكحل الله عينه برؤية سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وهذا هو ما ندين الله سبحانه وتعالى به وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في روضته الآن في روضته الطيبة المباركة نقول لحضرته نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدى من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الروض منورة فما بال جوف الروض ما بال من به وما بال روض ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه عليه أخبر الصلاة والسلام